لبنات بغيت وصفة اقتصادية وسهلة تستحضير وفعالة المياه في المياه اليوم عندي لكم الحل وصفة تقتل شي حاجة اسمية التسبوغات وشي حاجة اسمية السميرار والبرونزاج والتبرقع اللي اخذينا احنا البنات كاملين فالفصل الصيف تبارك الله هالبحورات هالبيسين فضروري ما ناخدوا اللويين كما تقولوا فالمهم لأي وحدة ان شاء الله كتعنم هاد المشاكل كاملين فطل لي فرسها بوصفة مغت كل فكشية لبنات تقريبا جوش دراهم ونصف المكونات الاساسية ارخا والرباخة ارى برع دائما الجديد ودائما مع بنات الشعب ومع ولد الشعب صفة عامة يا ربين تمنى هاد الفيديونا الاستحسن ديلكم ونالاعجاب ديلكم بالمناسبة لبنات دائما كنخلي لكم نتائج على شكل مقاطع مصغرة على جنب باش هكذا تشوفوا ما شاء الله الفوائد والمزايا ديال هاد لغوستها ديال بسيطة ورخيصة وغادي نقول لكم البنات الله يرحم بها الولدين ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم فأي وحدة كاتبغي المحتوى ديالي وكاتفرج في الفيديو ديالي وكاتبشي تجربوا كاتلقاهم زوينين ويفيكاس وشي حاجة اللي في المستوى فالله يرحم بها الولدين والله يسعدكم كما غتسعدوني والله يفرحكم كما غتفرحوني يا ربي ما تنسونيش من اللي لايك ديالكم فأي وحدة كتشوف في يدها با ايه انتي الغزالة ديالي اللي كتشوف في يدها با ما تنسينيش من اللي لايك لأنه في غيمو دوك لي لايك اللي هما حاجة كغاتوي حاجة فابور رما كانت خلصوا عليها ما تشي حاجة وحتنتو ما البنات را ما كتكي مسلا قولوا ما كتنفقوا تشي حاجة عليها يعني حاجة فابور وكغاتوي غتديرها غير علاقة بلي فقط كتشجيع من نكلية فالله يسل الأمور لكلة وحدة غادي تكبس على كبسة اللايك وغادي تشجعني وغادي تأضونسي بيا القدام باش حتى أنا تخلي وني نخدم كتار ونزيد نقلب ونبحث على الجديد لأنه الجديد يوميا وكتر من وصفة في اليوم ماشي سهل باش تنزل ماشي سهل باش تقلبي على الوصفة وضايجة بعد أخصي قتجر بيها عاد من بعد جيت باقتاجيها مع المتتبعات لأنه ميمكنش نشارك معكم حاجة اللي ما عمرني جربتها ممكن نكون شفتها وليس معت بيها ونجي نشاركها معكم ممكن نكون شفتها وليس معت بيها جربوها ناس ولكن خس نحتانا نتاستيها باش هكدا نكون فرحانا نجي نشارك معكم واحد لاغوستاد فالمهم الليبنات نسمنا هاد الفيديو يكون خفيف ضريف على قلوبكم وبليز حبيباتي ما تنسوني شمن لي لايكي ما ما قلت لكم الله يسعدكم والله يستر لكم أموركم ويخلي لكم معز عليكم إن شاء الله بالنسبة لمتتبعات ديالي اللي ما زالي ما مشتركينش سسوى الجدال سسوى القدام فمرحبا بكم ما تنسوش تكبسوا على كبسة الاشتراك مع تفعلكم زال الجرس لكي تتوصلوا بكل ما هو جديد خليوا لنا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات شنو تبغيوا إن شاء الله تشوفوا في الفيديوهات المقبلة ولا في الفيديوهات المجية شنو ماليو سيجيوا للمواضيع اللي تبغوني نتكلم فيهم أكيد أي موضوع تبغوني نادرة عليه ولا نتكلم فيه فأنا حاضرة نادرة على ودكم وعلى قبلكم نجيكم بأي حاجة حبيتوها وعلى بركتي الله مش برش نتعرفوه على المكونات الأساسية والتانوية مع طريقة تتحضير وطريقة الاستخدام إن شاء الله فأول حاجة البناس غدي تحتاجوها هي الخميرة ديال الحلوة هنا عندي البناس هدلي صرشي ديال أنا ديما كان أخذهم راح فيهم 8 جرام بالنسبة للبنات اللي كيسولوني شحل في كل صرشي فكل صرشي البناس فيه 8 جرام إلا عندك تبرقي المهم عنك ميزانك إلا عندك مشاكل قلال على مستوى العنق المهم اللي بغتي أنتي مهم عندك مشاكل غير قليلة فما تديريش كمية كثيرة نتع الخميرة تديري غير شوية فقط الناس اللي كيعانوا من المشاكل الكثيرة يديرو الخميرة بشكل كبير يعني انت من البناس تكون هاد المسألة وهاد النقطة واضحة ومشي بالشرط إيديان ممكن تاخذي حتى الزتا يزوي نرى فيها 7 جرام تيغزها لكل شي يزوي من الصراحة كما سنقول دائما لحاجة الخيبة هي لي ما كتكونش أما كل شي يزوي نيالبناس بالنسبة للبنات الثاني مكوين غادي تحتاجوه معايا هو الزبادي أو اليوغورت هنالبناس عندي دانون ناتير طبيعي المئة بالمئة هاد زوين يالبناس غزال كي يحمق كي بياد لوجياه كي يساعد لأنك تخلصي من سيكاتريس من الحساسية كي برد لوجيا ديالك كي يخلي لك في لابغيانس كي أعطيك واحد أنتي عاش واحد لك لوجياه أسي كي يحمق لي وغت الزبادي وحتى مثلا لك أنتي خرجتي طيلة اليوم وتعرضتي للشمس بزاف وحرقت لك لوجياه ديالك وجيتي مشوطة بالشمس كي مثلا نقولو حنا يا فأخوذي غيم علقات الزبادي بوحديتها ممكن غير بوحديتها بلما تضيف لاتشي باودة وضعيها على وجهك خليت نشوف وغسليها وتفكريني هادي وصفة شفاوية هادية مني لكم الغزالات الناس كي يقولوا لي مثلا مرة مرة لوحيلينا شي وصفة شفاوية فمرحبا مرحبا وألف مرحبا على الرسول عيد للبناس المهم لا تنسونيش من لي لايك وأنا حاضرة ناضرة معكم باش نقدم لكم دائما الجديد والجديد دائما كيكون في المستوى مع وصفات آمنة فعالة اقتصادية وبسيطة كذلك فكي ما قلنا للبناس إما هاد هاد لساشي هادو ديال اللي كيجوف هاد الباكية هادي في عشرة ديالي صار شي راها موجودة في عثمانين جرام أولا ممكن تخديق الزاولة ممكن تخديد الخماك بالنسبة لليوغورت فمن الأحسن تخديه الناترو بلا ما تمشي تجيبش يوغورت بالخوخ ولا بالمشماش ولا بالفريز لأنه ما يصلحش لك من الأحسن خودي اليوغورت الطبيعي أو الزبادي الطبيعي فكي ما قلنا لبنات الخميرة ديال الحلوة واليوغورت ستحتاجوا معي إن شاء الله الثالث مكوين هو الحليب مجفف لهو معروف الطبيعي كبيض وكيصفي وكيوحد اللون هنا لبنات عندي نيدو حليب مجفف كامل دسم هو هذا كذلك البنات ستحتاجوا معي كمية من الشوفان أو لا الخرطال عندما البنات أنا ضروري ما ما يكون عندي الشوفان لأنه فعلا متبثة الفعالية دياله من ناحية التفتيح من ناحية علاج تجاعد الخطوط الرفيعة السيكاتريس الخطوط بصفة عامة كذلك كينفخ كبرز الملامح ديالوجيه ديالك يعني كل فوائد وكل مزايا ونسي كتسوني على الخرطال كتقوليش من نوعية كتديري أنا البنات سأدير غير هذا العادي هذا هو الخرطال العادي هكذا كيجو الرقائق دياله تحمقوا تسطي أنا نوريه لكم بعد كيفاش داير هذا البنات هو الخرطال أو الشوفان هكذا كيجي هانتو ما شوفو ما شاء الله فوائده متعددة وكتيرة جدا فكتخدي من كيميا تحشوفان والخرطال هادر ديال العبار هادو شوفان اللبنات ديال العبار ماشي ديال الليصاشي لانو كين ديال الليصاشي تاوز وين ديال الباكية لحسب كل باكية 5 كيلو وفيها 4 كيلو ما يمشوف انتي شنو بغيتي هادا كنجيبو لبنات هو بودرة الشاي انا عارفة بزيف منكم تتقولوا لي الوجيه ديالنا فيه الحبوب والحبوب كلي عنده حبوب عادي كلي عنده حبوب ديال الشباب كلي عنده حبوب صغار كلي عنده حبوب كمسلا نحن نفرق عين فيهم الماء كل واحدة و المشاكل دياله في الحبوب فاحنا غنعالجهم بالبودر ديال الشاي زائد انها كتعالج الشواهب ديال البشرة الوجه وكتطهر وكتصفي وكتبيض يعني بودرة الشاي بزيف لبنات ما كتصف ديالهم فانبغين نقول لي من هاد المنبار ولم هاد القناة ديالنا وديالكم دائما ديروا بودرة ديال الشاي في الوصفات ديالكم يلا كنتو تعانوا من الحبوب خصوصا يعني الناس اللي عندها الحبوب تدير بودرة الشاي وتفكرني إلا ما اعطيتك الغزولتا في ظرف 3 امتلا امتلا رديع لي في التعليقات وقل لي هاد الوصفة ديالك فاشلة والله القسم كانت تقبل جميع لي كومنتر حتى انتقادات حتى تعليقات سلبية فانا مرحبا على الروس والعين إلا كان شي حاجة أنا حاضرة نادرة على ودكم وعلى قبلكم نجيكم بالمزيد من الفيديو هاد زوينا واكيد مرحبا حتى انتم ميب خميرة الحلوة اليوغورت او الزبادي وهنا يالبناس عدنا خمسة ديال المكونات او خمسة ديال العناسر غادي نزيد المكوين السادس وهو الاخير واللي هو عشاق ومحبوب الجماهير ومحبوب أنا شخصيا اللي هو المدية الورد فماء الورد ديال البستان ديال قلعة مقونا هاد البنات زوين زوين شوفان باودر البودرة الحليب مجفف وخمينة الحلوة والزبادي يعني في المجموع ديال المكونات رهو مرخاص ومغايك الفوكش نهائيا بزاف لانه دجال البودرة شوفان موجود درهم حليب مجفف ساشي هذا الكبير ساشي وحد الخميرة 10 ريال وضع نون بجوش درهم مرخوا الربخة وصفا ما كاتقامش عليك حتى بواحد 5 درهم و 6 درهم المهم البنات قبل ما ندوز معكم طريقة تحضير اللي أعطيكم السر أنا أعيد وأكرر البنات ما تنسونيش من اللي اللايك ديالكم فأنا مزوجة فيكم الغزالات ديالي والمتتبعات ديالي اللي عزيزة عليهم وتيبغوا الجديد وتيبغوا اللي غصيت ديالي فما تنسونيش من اللايكات ما تنسونيش من اللايكات فابور كديري على قبلي وغير بس زيدي تشجعيني فقط المهم البنات ما غاديش ننطول كتر على بركة الله ندوز لطريقة التحضير المهم البنات كدفيها كده هاديك معلقة ديالشي هاديك معلقة ديالشي هاديك معلقة صغورة فقط ديالشي ركافية البنات بشترجع لك وجهك بالله ركيش عال كذلك البنات غا تحتاجوا معي ان شاء الله واحد جوج معلقة هنا ديالشوفان باودر كذلك البنات هلا يدرفت جوج معا لكي ما شتو يعني غير جوج معلقة فقط غادي نبدك نجمع بالمدية الورد عاد من بعد نشاء الله البنات غادي نزيد دكسة واحد ديالخميرة انا غادي غير واحد ولكن تيلا عندك مشاكل كتيرة مديريش واحد ديري جوج ولا ثلاثة ولا المهمة دليمسأله هكه تبقى اختياريا على حسب ديالشي 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 هادي لغوست هادي المهم نضيفوما ورد سوف نأخذ الخمير هنا لديه الإيديات جميلة الغوز الغوز كيف يتوتى معك وكيف يناسبك وكيف ي programك و بلطان مريزة لا تستطيع هذه الحاجة لأن هذه الوصفانة ماشي أول مرة كنجربها والتاني كنستخدمها بزف ديال المرات الحمد لله وفي هاد الفترة الأخيرة بديت كنستخدمها بشكل كبير فأنا عارفة الغزيولتها ديالها لكشيراش قلت لكم الناس اللي غادي تنفخ ليوم ما يقولوش رها ما نجحاتش لا رها عادي جدا بالعكس رها عاد نجحات فإن فاكت تنفخ لك كتعاودي تحركيها بهالطريقة هادي فإن فاكت تحركيها كترجع كما كانت ها انتو مالبنات يعني انت من هاد النقطة تكون واضحة بنسبة هاد الفصفة ركت نفخ لك حتى الوجيه ديالك والحنيكات يعني الحنيكات ديالك هكذا كي بنو من نفخين كي حمقوها هكذا يكي ولي ورديين غزالين فغير جربي لي هاد الفصفة أردع لي ان شاء الله في التعليقات مرحبا بكم كاملين وكاملات غزالة ديالي المهم هناي غادي نزيدها شوية تشوفة لأنني غادي نضيف الزبادي او اليوغورت وبنسبة الزبادي او اليوغورت فهو كي زيدي جربي لي الوصفة فضروري البنات منضيف هكذا شوية ديال شوفان باودر ينتم البنات عينك ميزانك قد في دكشي اللي بغيسي نضيف ملعقة دياليوغورت او الزبادي ماشاء الله الله مبارك في هذا الوصفه هادي غزالة تحمق هنتو مغمعي القوحدة فقط صافي البنات انا مغان كترش غمعي القوحدة كافية وكتجمعي بها هكذا يا الوصفه ديالك باش كيولي القوام ديالها كريمي كتر وكتر يعني في حلشي كريمة مشيتيجبتيها من واحد دلاصة معينة بتمن خيالي وهي رغير من صنع منزلي ومن صنع اللويدات ديالك ماشاء الله وبمقادر وبمكونات موجودة ومعروفين الفوائد ديالها بخصوص البشرة والوجه كذلك فهانتو مالبنات شوفوا القوام ديال هاديك البودرة ديال الشاي كتخلينا الوصفه كلها فحلا فيها البايات ولا يعني فحلا فيها دوكن كما سنقولو احنا يا دوكن جيمات ولا لاب غيونس كتبلك يعني هانتو مالبنات مقرر بليكم فكتشعلي البنات كتحمق هذه حد يلا يا سلام المهم البنات كتطبقيها على اي باقتي بعد ما كتوجد كتخليها تنشف ومن بعد كتغسلها ومصحة ورحة مسبقا هاد الوصفه ما كتتفرك ما كتتمسح غير كتتغسل فقط كما خليت لكم في المقاطع المصغرة في بداية يلا فيديو المهم البنات بصحة ورحة الكلها متسبيعة والكلها غزالة كتبي تتلى في راسها بالبساطة يعني ماشي تتلى في راسها بأشياء غالية بزاف وماشي في المقضورة يلا وماشي في الاستطاعة دياله اكيد هاد الشي كما سنقولو ما يبغيه لا ربي ولا عبدو فبالتالي اكيد غنبغيه اشياء بسيطة واقتصادية وامينة والقناة الحمد لله مند زمن طويل كتتم هاد المسألة هدي وتنهى تتمو بجميع انواع الوصفات الحمد لله فبليز غزالتي الله يعطيكم استر والله يعطيكم صحيحتكم والله يسعدكم يفرحكم كما غتسعدوني وتفرحوني انا يا ما تنسوش قبل ما تخرجوا من هاد الفيديو هادا بلي لايك ديالكم الله يرحم بيها الوليدين يا البنات ما تنسونيش من لي لايك ديالكم الله يعطيكم استر واعطيكم صحيحتكم يا ربي وكل ما تمنيتوا وكل ما بغيتوا تحققوا في حياتكم اشتركوا فلاشين فعلوا زي الجرس خليونا التعليقات في الدعوات وما تنسوش انفو تجربوها تردو علينا بالغزولة كما جربتها كما تخلي لنا التعليق مرحبا بيكم وبوسي لكم كبيرا نتلقى معكم في فيديوها سمو قبيلة مرحبا بيكم